يعني مثلاً الحين بعد انتاء خطة اجلاء الكويتين القادمين من الخارج نبي العرف هل سيتم فتح المطار للمغادرين من الكويت لدولهم؟ أمانةً هو الهاجس الحالي نحن نبي نرد أول شيء مواطنين كلهم اللي بالخارج أول شيء هذا أول خطوة هذه أول مرحلة بعدها رح يصير عملية تقييم للوضع التجاري لمطار الكويت يعني احنا تعرف احنا واكفين صار لحين فترة أكيد المطارات العالم كلها متضررة فرح يتم إعادة تقييم الوضع الحالي بعد الانتهاء من الوضع الحالي رح يصير فيه عملية تقييم لإعادة فتح المطار والمتوقع هو يكون فتح تدريجي تدريجي ما رح يكون فتح كله لجميع المطار الزين بسعود أنا سمعت ما أدري من أخبار من الهل ممكن يسولفون فعلاً يعني أن تم استعارة بطائرات أخرى غير خطوط الجو الكويتية منها طبعاً طائرات القطارية طائرات سعودية طائرات الكويتية وأيضاً فيه قبل شوية مفتاحنا البرنامج طائرات الجزيرة طبعاً دعم واضح مثل ما أنت عارف أخوي الخطوط الجوية الكويتية وطائرات الجزيرة ما يشقلون لجميع المناطق المتواجدين فيها المواطنين الكويتين فبالتالي يتم الاستعانة في الناقل الخليجي بالدرجة الأولى اللي يكون شقال تجاري إلى هذه المناطق يعني على سبيل المثال لو نقول مثلاً واشنطن مثلاً نحن نلاقي مثلاً الخطوط القطرية ممكن تكون شقالة فراح نستعين في الخطوط القطرية في هذا الوضع لو نروح مثلاً حق شرق آسيا في بعض المواطنين الموجودين هناك راح نستعين في مثلاً طيران الإماراتية طيران الاتحاد السعودية على حسب شنو الدولة وشركة اللي قاعد تشقل لها اشتركوا في القناة